اهلا بكم في فيديو جديد مع الجينيس في الفيديو ده هنشرح حاجة جديدة في الروتر حاجة هتستفادوا منها بشكل كبير وهي وصلة اليو اس بي اللي في الروتر بتستفادوا منها ايه وخصوصا في الروتر الفيديو اس ال الخاص بشركة وي الوصلة دي انا قلتلكم قبل كده في الفيديو فات الوصلة دي لها اكتر من استخدام الوصلة دي تقدر توصل بها موبايلك تشحنه تشحن بها باوربانك وكمان تقدر تعمل شير عن طريق ملفات على الفلاشة هنشوف النهاردة ازاي هنعمل الشير عن طريق ملفات موجودة على الفلاشة لما تركبها في الروتر عندك تعمل شير الملفات اللي على الفلاشة دي يقدر اي حد متصل بالواي فاي على الروتر ان هو ياخدها او يشوفها كل ده هنشوفه في الفيديو النهاردة ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك في القناة لو الفيديو عجبكو طبعا وما تفوتوش ولا ثانية في الفيديو ده لانه فيها فعلا هيعجبكو وهتستفدوا منه جدا وخصوصا ان ناس كتير مش عارفة ايه فايدة فتحة اليو اس بي اللي بتكون موجودة في الروتر النهاردة هنشرح كل ده بالتفصيل يلا بينا وارجعت لكم مرة تانية ويلا بينا نشوف ازاي هنستفاد من فتحة اليو اس بي في الروتر شركة وي وازاي هنقدر نعمل شير للملفات اللي موجودة على الفلاشة دي من خلال الروتر اول حاجة عندي في الاول هنا ملفه هبعته دلوقتي لليو اس بي تمام ملف ده اسمه برامج تمام دلوقتي المفروض الملف ده هيوصل حالا تمام للفلاشة خلاص هو كده وصل ودلوقتي هيركب الفلاشة دي في الروتر وهوريكو ازاي نقدر ان احنا ندخل على الفلاشة دي او على الملفات اللي جواها من خلال يعني اي حد متصل بالروتر عن طريق لينك هتفتح اللينك ده وتقدر تدخل على ملفات الفلاشة دي اللي هي هتكون متركبة في الروتر دلوقتي وبعد ما ركبنا الفلاشة اللي عليها الملف اللي احنا حطناه عليها من شوية في الروتر هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نشارك الملفات اللي موجودة دي او نحملها على اي جهاز تاني متصل بالواي فاي الخاص بالروتر او متصل بالروتر عموما يعني فهندخل دلوقتي على اعدادات الروتر اللي هي 192.168.1.1 وبتضغط انتر هيظهر لك صفحة اللوجين اللي هي اليوزر نيم والباسورد بتضغط طبعا بتكتبهم وبتضغط على كلمة لوجين ده روتر شركة وي اللي هو دي جي 8045 ده الموديل بتاعه مكتوب فوق بتضغط على كلمة شير بعد كده بيقولك سيرفيس سيتنجز بتعلم على كلمة انابل اف تي بي وبتضغط على كلمة سيف بعد كده بتنزل تحت عن كلمة يوزر سيتنجز بتعمل اضافة وبتختار انت عايز اليوزر نيم مثلا هتسميه مثلا 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 امير وهتعمل مثلا الباسورد اللي انت عايزه مثلا امير عشرين عشرين مثلا وكونفيرم باسورد برضو امير عشرين عشرين وبعد كده بتعمل هنا read and write اللي هو القراءة والكتابة ان انت تكتب على الفلاشة او تاخد منها وبتضغط على كلمة سيف تمام انت كده عملت كل حاجة بالنسبة لاعدادات الروتر طيب الملفات دي هتاخدها ازاي او اللينك بتضغط على كلمة what's what is this بيظهر لك لينك بيقولك ان انت تقدر تاخد بكل سهولة وبكل الحماية يعني الملفات الموجودة على الفلاشة اللي انت مركبها في الروتر هتاخدها ازاي بتاخد اللينك ده كده اول الواحد للFTB بتاخده copy تقدر تبعته لاي حد تاني عمل اتصال بالروتر عموما عن طريق الواي فاي او اي طريقة تانية وبتضغط هنا هيقولك يوزر نيم وباسورد فاحنا كنا عاملين اليوزر نيم امير والباسورد امير عشرين عشرين بتضغط عليه بيفتح لك الفلاشة بيقولك فده الملف اللي كان ظاهر اللي هو البرامج بس هو هنا علشان اللغة العربية مش مدعومة فبيظهر لك كده اي حروف وخلاص فبتنكتب برضو امير عشرين عشرين بنضغط login دي الملفات اللي كانت جوه برامج طيب انت عايز تحمل الملفات دي عندك بتضغط هنا برضو وبتكتب امير وبعد كده الباسورد امير عشرين عشرين او يعني كان طبعا الباسورد اللي انت هتعمله هيزهر لك انا طبعا الملف ده كنت محمله قبل كده نيجي مثلا على الملف مثلا زي ده برضو امير ونيجي تحت برضو امير عشرين عشرين وبنضغط اوكي بيزهر لك طبعا برنامج التحميل هو يقدر يتحمل بيتحمل طبعا بسرعة كبيرة جدا بسرعة توصل لتلاتة او اربعة ميجا وده طبعا ما بياخدش من الانترنت او ما بياخدش من الباقة الخاصة بيك بتاع الانترنت فدي كانت الطريقة ازاي تستفيد من فتحة اليو سبي هي مش معمولة في الراوتر وخلاص لا انت يقدر تشحن بيها موبايلك تشحن بيها الباور بانك بتاعك تقدر تشحن اي حاجة عندك بيها عن طريق وصلة اليو سبي تقدر كمان ان انت تشير او تشارك اي ملفات موجودة على الفلاشة عن طريق الفتحة دي وعن طريق الطريقة اللي انا ورتها لكو دلوقتي من جوة اعدادات الراوتر ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا طبعا استفدتوا منه بشكل كبير وعرفتوا ايه فايدة فتحة اليو سبي في الراوتر لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك اشتراك في القناة اشوفكم على خير في فيديو جديد مع الجينيس مع السلامة